السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشارك معكم تحلية سهلة وسريعة جدا هذه تحلية بدون فرن بدون ضيط وبدون اي تعقيدات فقط ستظهر كريمة الشنطينية او كريمة الخفق القليل من الكرز او اي فاكهة تكون متواجدة عندكم في المنزل وتكونوا حضرتوا تحلية رائعة لا من ناحية المداق ولا من ناحية الشكل اذا عجبتكم ديروا لايك واشتركوا في القناة واذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس هاكدا باش يوصلكم كل جديد رح نقولوا بسم الله وندخلوا في طريقة التحدي هنا عندي اصابع البيسكويت يعني شمختهم في القليل من الحليب ورن نرص فيهم في المول اللي درت له طبقة من البابي فيلم والقطر تحت المول هو 18 سنتيمتر بعد ما تكملوها رح تخلوها جانبا ورح نروحوا الى الفاكهة اللي درتها في هاد الكعكة يعني هي فاكهة الكارس رانا في الموسم بتاعها حبيت نستغلها وندلكم بها تحلية هنا كما تشوفوا يعني راني نحكم هاتو كل حبات يعني اللي رح نزين بهم في النهاية رح نحطهم جانبا والباقي رح نشوفو ش نديروا بهم صراحة هاد التحلية رائعة لونها جامل جدا وتمدلنا الشكل رائع للتحلية اللي نديروهم بهذه الفاكهة رح نشوفو كيفاش رح نحو العظمات تاع الكارس عندي هاد الادات نحو بها العظمات تاع الزيتون وكذلك نحو بها العظمات تاع الكارس كما تشوفو تتنحنا بكل سهولة هنا تقاوها عند بائع الأواني هي متواجدة والسعر التحلية يعني معقول جدا نحو نوريكم فقط من الداخل يعني هايليك نحينا العظمات بكل سهولة هايليك رح نزيد نديروح بيبات واحد اخرين هايليك رح نحط الحبة فقط ورح نحنا العظمات كما رحكم تشوفو في الصورة هايليك رح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة يعني حتى نكمل كامل كمية تاع الكارس وكمية الكارس التي تقدروا تستعملها في هذه الكعكا حوالي مئتين وخمسين غرام هنا يعندي كوب من الحليب البارد كما تشوفو يعني فيه بعض البالورات من التلج عبدال باش تطلع لكم كريمة الشنطيني بكل سهولة الكوب تاعي فيه مئتين وخمسين ميلي لتر وكمية بودرة الشنطيني هي مئة وخمسة وستين غرام على كل حر رح نخلي لكم كل المقادير في صندوق الوصف باش تشوفوهم اذا حبيتوا تديروا هذه الوصفة هنا رح نطلحها بكل سهولة عادي يعني كامل تعرفوا تطلعوا كريمة الشنطيني تقدروا تعودوها بكوب من كريمة الخفق تقدروا تديروها جبن الماسكاربون تقدروا اي جبنها كريمية تكون متواجدة عندكم في المنزل هنا كل من كهتوها كل ما رح يزيد الطعم سيكون افضل انا درتها فقط بكريمة الشنطيني حبيت الوصفة تكون اقتصادية اكثر هنا رح نجيبه القالب بتاعنا ورح نعمروه حتى نستعوه بكريمة الشنطيني هاي اليك رح نزيد نعاود ندير دورة اخرى رح نلحق المنتصف المول يعني هذا المول صغير كما قلت لكم فيه 18 سنتيمتر اذا حبيتوا تديروا مول اكبر لازم تضعفوا المقادير نجيب هذا الكارس يعني هنا ديروا بطريقة عشوائية فقط تقدروا تديروا الحبات كي ما راهم يعني بعد ما تنحولهم العظام تقدروا تقسموا الحبة على اثنان المهم هنا لازم نديروا طبقة لبأسة بها باش من بعد كي تقطعوا هاد الكعكا يعني رح تكون طبقة الكارس الظاهرة كذلك هنا تحبوا ديروا اي معجون يكون عندكم معجون الفارولة معجون الكارس كذلك رح يمدلكم دوق مليح رح نديروا طبقة اخرى من كريمة الشنطيني هنا رح نسوو الاطراف فقط بالملعقة ولا اي سباتشل تكون عندكم رح نجيبو كمية الكارس اللي بقاتنا ونزينو بها الوجهة تعال التحلية كي ما قلت لكم في البداية تعال الفيديو تقدروا تستخدموا اي فاكهة تكون موسمية بشرط يعني تكون مناسبة تقدروا ديروها التحلية كذلك بالمشماش تقدروا ديروها بالنكتارين يعني رح تكون لذيذة هنا تزين حيكون على حسب الدوء أنا زينت بانصاف الحبات الكارس وفي الوسط درت حبات كاملة هنا كذلك تقدروا ديرو طبقة ملاجولي باش تحصلوا على طبقة تكون لامعة هنا تزين حيكون اختياري وعلى حسب الدوء أنا رح نديرها حتى تبرد تماما وبعدها رح تتحصلوا على هذه النتيجة تحلية سهلة وسارعة جدا وتستحق التجربة رح نديرها كذلك في القناة تحلية بالفارولة وكاناش الشوكولار رح نخللكم الرابط في صندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوها هذه نهاية الوصفة وفي الأخير رح نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته